ماذا جذب حماس بعد الحرب؟ الخراب مقتل أكثر من 25 ألف شخص من المواطنين تدمير أكثر من 60% من المباني والبنى التحتية والشوارع والمرافق تدمير مئات المساجد المدارس المستشفيات كثير أشياء تدمرت البلد رجعت أكثر من 200 سنة لورا هذه إنجازات حماس إنجازات حماس إنه الناس تشتتت مش عارفوا حاله وين شو ناس تحكي من الزراسين وورا نفسه؟ كله بكره بيدعوا لي بقوله في الصلاة في ناس كتير في الصلاة بيدعوا لي إنه موت ربنا يخلصنا منه لأنه وجوده خرب الدنيا كلها بتصرف لوحده عنده جنون بيأخذ قرار بدون يشاور حد وفي مجموعة زيه مجانيين حواليه بنفسه والبلد الخراب يعني كل شيء الأوسط لأن الوضع مش صحيح متوتر بسبب مين مش بسبب هذا المجنوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر